أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن هناك إجماع على دور مصر في ترسيخ دور المواطنة جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي ويعقد خلال المؤتمر عشر جلسات تناقش عدة محاور ترسيخ دور المواطنة ومشروعية الدولة الوطنية وذلك بمشاركة مئتي عالم وإمام من علماء الأمة الإسلامية